السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير النهاردة هعمل معاكم وصفة الوافل بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة قد ايه هيطلع ناجح معاك من اول مرة وبقدير وبسيطة جدا عايز اقول لكم كمان اقول لكم على كل تكاته واسراله هيطلع معاكم ارمش من بره واخد لون تحفة حلو قوي زي ما احنا شايفين عايز اقول لكم ان انا عملته كمان النهاردة على الصحور كوجبة مشبعة جدا تقدر تعمليه في الايام العادية للفطار او للعشا بجد هايل من كمية بسيطة جدا عمل معايا في حدود 16 واحدة من الوافل ناجح جدا زي ما احنا شايفين عملته كده بدون اي ترتيب ولا تجهيز تقدر تعمليه كمان في المناسبات ولو عندك عيد ميلاد هيكون حلو قوي مش هياخد منك وقت خالص نبدأ كده بسم الله نشوف الطريقة والمقادير على بركة الله كده معايا هنا 3 كبيات من الدقيق حطت عليهم زرة ملح بسيطة معايا وحدتين بيض وكمان معلقة كبيرة من البيكنج بودر نعايرها معاكو دلوقتي وهنضيف المكونات الجافة على بعض زي ما قلتلكو اعذروني بقى لاني يا دوب الوصفة دي طلبت مني قمت يا دوب على طول نفستها بدون اي ترتيب كده تمام بعد ما اضفت معلقة كبيرة من البيكنج بودر كمان معايا معلقة واحدة بس من السكر بنفس المعلقة اللي احنا شايفينها مع بعض دي معلقة الاكل العادية وكمان معايا فانيليا لسه طبعا دلوقتي محطتش اي سوايل قدامنا ويا المقادير هنشوفها مع بعض واحنا شغالين وهارجع تاني يعيد لكم المقادير وان شاء الله هسيب لكم المقادير مزبوطة في صندوق الوصف تدخلوا عليها كده لو انتو مش مركزين معايا في الفيديو بس هارجعيت كل حاجة معاكو انا اضفت المكونات الجافة على بعضها دقيق وباكنج بودر وملح تمام دلوقتي هحط السوايل معاكو حطيت البطين في البولة ومعلقة كبيرة من السكر وكمان هضيف عليهم فانيليا لو انت نوعية الفانيليا بتاعتك مش كويسة ورحتها حلوة قوي كده اي ممكن تضيفي كمان بدلها ارفع بتكون حلوة قوية تديك نتيجة كمان حلوة هضرب كده المعلقة السكر ويا وحدتين البيض والفانيليا بالمضرب اليدوي وحبيت هنا استخد بالمضرب اليدوي عشان اوريكو قد ايه الوصفة سهلة جدا وبسيطة كمان ضفت عليهم كباية الا ربع من الزيت حب ان انت تستخدميها بزبدة مزابة هتكون حلوة قوي كمان ولكن انا حب دايما الوافل يكون خفيف تمام كده ومعايا هنا كباية ونص من الحليب على مية بحب جدا اضافة المية بتخلي الوافل بتاعي خفيف جدا لانه بالطبيعة بعد كده مع اضافة الفواكه او السيرب بيكون دسم تمام ولو انت حابة تستخدمي حليب بس مفيش اي مشكلة عيدتاني المكونات واحنا شغالين تلات كبايات من الدقيق وانا موحدة كباية يا جماعة وكمان عليها معلقة كبيرة من البيكنج بودر وعليها زرة من الملح تمام قلبتهم مع بعض وركنتهم على جنب بعد كده في بولة اكبر شوية حطيت واحدتين من البيض حطيت معلقة من السكر حطيت فانيليا حطيت كباية من الحليب ونص كباية من المية وكمان حطيت كباية الا ربع من الزيت تمام كده ضربت المكونات السيلة مع بعضها وبعد كده بالمنخل بتاعي او بالمصفل تكون دايقة كده هنخل الدقيق طبعا نخل الدقيق دي خطوة مهمة في اي كيك او معجنات بنعملها بيساعد على ان الزرات الدقيق بتاعتي يدخل جواها هوا وتكون فرش كده وحلوة وكمان لو في اي شوائب في الدقيق احنا بنتلشاها بالطريقة دي تمام خطوة جدا مهمة في اي كيك بنعمله ان احنا ندخل الدقيق بتاعنا كويس وكمان نزلت بالدقيق بتاعي على مراحل وكل ما كنت بضيف كمية من الدقيق باضربها كويس وبعدين بضيف الكمية التانية لحد ما يديني قوام كيك سايل مش متماسك وتقيل تمام الخطوة دي مهمة لازم ان يكون القوام كده على العموم في نوعيات دي بتختلف من نوع للتاني واذا حسيتي ان الدقيق بتاعك اتشربت السويل اكتر وكان يابس شوية او تقيل شوية فمن الممكن ان انت تضيفي معلقتين من اللبن او من الميا تفك بيهم الخليط شوية تمام مش هيحصل اي حاجة ولكن كل ما كانت عجينة الكيك بتاعتك او الوافل اللي احنا بنعمله خفيفة كل ما اداكي نتيجة هشة وحلوة وخفيفة للكيك او الوافل تمام طبعا الوافل ده هو هو نفس مكونات الكيك يا جماعة مفيش اي حاجة تقيلة كتير عليه الا بس بتكون مكوناته اخف شوية تمام كده دلوقتي ده بقى اللي بستيلكون الوافل اللي انا كنت اشتريته واردهلكو في فيديو المشتريات حلو جدا جدا في الاشتخدام حلو قوي قوي انا هنا اديته مسحة بسيطة بالفرشة كده من الزيت هو اصلا انا لو استخدمته من غير من ان انا مسحه بالزيت كده مش هيلزق فيه الكيك بتاعي ولا حاجة ولكن انا حطتها من باب الاحتياط تمام اي دي بس اول مرة وبعد كده هشتغل بقى الكمية عادي من غير ما مسح زيت بجيب فنجان او بجيب اي حاجة كده ان انا ابدأ ان انا اصب بيها الخليط في العيون بتاع القالب بتاعي واوزع فيها الخليط بتاع الوافل حطت بس كده الحاجة اللي انا بعير بيها في طبق علشان طبعا الموضوع النظافة دي حاجة تخصينا احنا واحنا اللي هناكل في الاول وفي الاخر بنعمل في بيتنا حاجة كويسة ونضيفة طبعا الوافل من الحاجات اللي بتتباع في المطاعم او في القفيات بسعر عغالي جدا وخيالي وهي كوباية قهوة كده قطعة وفل وفي الاخر بتدفاعي مبلغ وقدره ولكن احنا دلوقتي بنعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة هيطلع معاينة كمية كبيرة جدا وزي ما قلتلك في اول الفيديو لو عندك عيد ميلاد ممكن تعملي فيه وصفة الوافل دي بتكون حلوة قوي تسعد قدقيه الولاد جدا جدا دلوقتي بقى انا دخلت الوافل بتاعي على فرن محمي مسبقة على حرارة 180 ومشغلة من فوق الشوية على الهادي وحطها بالشكل ده في صينية علشان اقدر اتحكم في ان انا ادخله واخرجه الفرن بقلب كده سهل جدا انه بيطلع يدوب بالشوكة كده ببدأ اطلعه بالضبط هو بياخد تسوية في حدود 10 دقايق تمام درجة حمار اللون دي دي حاجة ترجعلك انتي انا بحب دايما الحاجة تكون لونها دهبي كده جلد زي ما احنا شايفين مستوي جدا وكمان واخد طبقة ارمشة بجد تحفة بتقدميه بقى بالشكل اللي تحبيه هوريكو دلوقتي طرق للتقديم واقولكو كمان طرق للتزيين حلو قوي خلصت كده كل الكمية بوريكو هنا القلب السيليكون قد ايه هو سهل ان انتي تخرجي منه اي كيك او اي حاجة بتسويها فيه يدوب قلبه كده بيطلع معي على طول الوافل من قلب بتاعه وهبدأ اخبز نفس الكمية بنفس الطريقة لو انتي عندك اكتر من قلب فبتحطي الاكتر من الاوالب بتاعتك دي في صوب كبير وبتدخليهم الفرن دفع واحدة وبتخرجيهم بنفس الطريقة تمام يدوب كده هاخد تاني من العجين وابدأ اوزع في العيون بتاعة القلب بتاعنا زي ما احنا شغالين كده وبتدخل تاني الفرن انا هم حاجة بخبط كده علشان العجينة تتوزع كويس وكمان ما يكونش فيها اي هوا بسوي كل الكمية بنفس الطريقة زي ما قولنا بتاخدش عشر دقايق في الفرن بيكون ده شكلها مقرمش كده من بره مستوي حلو قوي دي اشكال بقى ان انت تقدميها بيه عايز اقولك هو في الاخر بيتضاف عليه قصصات او سيرب او عسل ابيض زي ما تحبي بوريكو هنا كل الكمية بقى طلعتها بنفس الطريقة التسوية سهلة جدا وبسيطة اخدش مني وقت خالص انا بجد عملته بعد الفطار كده علشان نتصحر به كانت وجبة دسمة وحلوة بتقدمي معاه فواكه وبتقدمي معاه عسل بتقدمي معاه مربة بيبقى هاي اللي عندك سوس شوكولاتة سوس كراميل اي سوسات بتحبيها بتضيفي عليه انا هنا دلوقتي ضفت عسل وممكن كمان تحطي الشربات بتاع الحلويات بيبقى جميل بتقطعي معاه موز وكريز كيوي الفاكهة اللي بتحبيها بيكون حلو جدا وهي الفراولة وجميل جدا زي ما احنا شايفين اتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وانا عجبكم فيديو النهاردة والطريقة ياريت تقولولي رأيكم في التعليقات وهسيب لكم كل المقادير زي ما قلت في صندوق الوصف تحت ان شاء الله لما تجربوا الوصفة وتعجبكم تقولولي رأيكم في التعليقات واشوفكم الفيديو الجاهل الخير باي باي